أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يساعدنا أن نجدد لقاءتنا معكم علشان نبحث مع بعض اللي قاله جناب الأمس زكريا بوترس في الحلقات اللي قدمها باسم أسئلة عن الإيمان وإحنا بنرد عليه بالحلقات دي اللي اخترنا لها اسم أجوبة عن الإيمان عشان تكون تفنيد وتحليل اللي قاله جناب الأمس ونكشف بيها الخلل والخطأ اللي وقع فيه جنابه وهو بيقدم لنا صيغة المسيحية اللي هو بيؤمن بيها ودي هي الحلقة السادسة اللي بنبحث فيها موضوع السلوس لأن جناب الأمس بيزعم أن المسيحية اللي هو بيؤمن بيها هي دين توحيد طبعا المسيحية الحقيقية هي بلا شك دين توحيد وعقيدة التسليس دي عقيدة دخيلة على المسيحية لكن جناب الأمس حاول على مدى أربع حلقات أنه يقنعنا بأن عقيدة السلوس عقيدة بتقوم على توحيد الله تعالى فإذا سألته إزاي يبقى الله سلوس ويبقى واحد في نفس الوقت يقول وده نص كلامه بيقول ما يلي المسيحية تقول إن الله واحد موجود بذاته حكيم بعقله حي بروحه ودي حاجات ذاتية زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وديت السلوس بتاعنا صفات ذاتية لا يمكن إن الله ما يكونش كامل فيها ده نص كلام وإحنا بنقول لجناب الأمس لقد أحسنت فانت لخصت في جملة واحدة عقيدة السلوس اللي بتؤمن بيها وإذا سمح لي جناب الأمس أني أستعير بعض كلماته عشان أقدم وجهة نظر الإسلام في التوحيد اللي بيؤمن به المسلمين عشان يشوف الفرق بين عقيدة الإسلام والعقيدة اللي بيقدمها هو عن المسيحية وأنا هستعمل نفس الجملة اللي قالها جناب الأمس مع تغيير بعض الكلمات اللي لابد من تغييرها عشان تبقى الجملة معبرة عن وجهة النظر الإسلامية في التوحيد فأقول الإسلام يقول إن الله واحد هو قال المسيحية تقول إن الله واحد موجود بذاته حكيم بذاته مش بقى حكيم بعقله حكيم بذاته حي بذاته مش حي بروحه لا حي بذاته ودي حاجات ذاتية زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وده التوحيد بتاعنا بدل وده السلوز بتاعنا وده التوحيد بتاعنا صفات ذاتية لا يمكن إن الله ما يكونش كامل فيه وزي ما انت شايف يا جناب الأمس وزي ما جميع المشاهدين شايفين أنا استعملت نفس الجملة اللي انت استعملتها بنفس ألفاظها وكلمتها باستثناء أربع كلمات فقط فاستبدلت كلمة المسيحية بكلمة الإسلام وكلمة السلوز بكلمة التوحيد وده طبعا شيء طبيعي لإنك بتتكلم عن المسيحية وأنا بتتكلم عن الإسلام وأنت بتتكلم عن السلوز وأنا بتتكلم عن التوحيد فأنا من المنطقي إن الكلمات دي تتغير لكن أهم شيء تغير في جملتك هو إن الله حكيم بعقله حي بروحه حيث قلت أنا إن الله حكيم بذاته حي بذاته برضه وده هو كل الفرق اللي يفصل بين توحيد الإسلام وتسليس المسيحية اللي بتؤمن بيها واعترافا بالحق يا جناب الأمص فأنا مدين لك بالشكر على الجملة دي اللي أنت قدمتها وقدرت تتلخص بيها موضوع السلوز ولذلك فأنا بقدم لك الشكر زي ما قدمت لك النقدة قبل كده ورحم الله سيدنا علي بن أبي طالب اللي قال لو أزد إلي فرعون مصر يدا لشكرته عليها وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم رسول الرحمة والإحسان إن من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولذلك فأنا بوفي بحقك في الشكر وبقدمه لك على رؤوس الأشهاد وده عشان يفهم الناس سواء المسلمين منهم أو المسيحيين إيه هو سبب الخلاف وإيه هو مضمون الخلاف ده وبعد ما يفهموا السبب ويدركوا حقيقة المضمون ده يبقى هو يبقى من حقهم إن هما يقرروا أي الرأيين هو اللي يدل على التوحيد الحقيقي اللي يليق بذات الله الكامل أنت بتقول إن المسيحية تؤمن بإله واحد وأنا بقول إن الإسلام يؤمن بإله واحد يبقى إيه الفرق بين السلوس اللي بتقدمه مسيحية الأم الزكريا بطرس والتوحيد اللي بيقدمه الإسلام الفرق هو إن المسيحية ولما أقول المسيحية هنا أنا ما بقصدش مسيحية المسيح عليه السلام أنا ما بقصد مسيحية الأم الزكريا بطرس لكن الاختصار حنقول المسيحية بس بدون تمييز المسيحية تؤمن بأن الله حكيم بعقله وحي بروحه يعني الله له عقل وله روح بيحتاج العقل وبيحتاج إلى روح العقل ده هو اللي بيمده بالحكمة أو أن العقل ده هو الوسيلة اللي بيستخدمها الله تعالى عشان يكون حكيم زي ما أن الروح هي اللي بتمده بالحياة أو أن الروح هي الوسيلة اللي بيستخدمها الله عشان يكون حي ويشرح جناب الأمس موضوع الروح فيقول إيه كلامه بقى في القرآن يقول لك لا تجذبه على الله وروحه روح الله هو روحه مش كده الروح القدس هو روح الله لأن هل نتصور الله من غير روح طب لو قلنا مثلا روح القدس ده جبريل طب والله من غير روح من غير حياة وبعدين يتساءل الأمس ويقول إيه هل الله بدون روح سبنا من جبريل هل الله بدون روح فترد عليه الست ناهد وتقول لا لا يمكن فيستكمل الأمس كلامه ويقول لا يمكن طب روح الله مش هو الروح القدس قدوس الله قدوس وده اسم من أسماء الله الحسنة وروحه هو الروح القدس فده السلوس اللي احنا بنؤمن به الأب هو الوجود والكلمة هو عقل الله الذي تجلى في صورة بشر والله ما ينفصلش عن عقله ثم الروح روح الله الحي اللي بيعطي الحياة لكنهم مرتبزين مع بعض ما فيش انفصال زي الإنسان ما تقدريش تفصلي روحه عن جسده عن عقله هو هو كامل ده كلام الأمس أولا ما فيش في القرآن الكريم آية بتقول لا تجذبه على الله وروحه فالجملة دي من اختراع جناب الأمس وجنابه زي ما هو معروف يعني عنه مخترع كبير لكن عليه أنه يحصر اختراعاته في كتابه وما يفتكرش أن القرآن المجيد الملك مشاع لكل من هب ودب عشان يلغوص فيه ثانيا طبعا إذا كانت المسألة بالشكل ده اللي شرحوا الأمس يبقى حتما فيه تلات آله مهما قال جناب الأمس إنهم إله واحد لأن الوجود بيحتاج لعقل عشان يعرف به الحكمة والعلم وبيحتاج لروح عشان تعطيه الحياة والعقل بيحتاج للوجود عشان يقدر يشتغل ويعمل من خلاله وبيحتاج للحياة عشان يقدر يقدي وظيفته والروح هو اللي بيعطي للوجود الحياة وبغير الحياة يبقى الوجود موجوده لكنه ميت لا يعمل وبغير الحياة ما يقدرش العقل يعمل برضو فالتلاتة دول بيكونوا فيما بينهم ألوهية واحدة لكنها ألوهية بتتكون من ثلاث أقنيم يعني من ثلاث أشخاص لهم كينونة ولو إن الكينونة دي مش منفصلة عن بعضها والاعتراض على الصورة دي اللي بيقدمها جنب الأمس هو ما يلي أولاً إن للذات وجود إنما الذات اللي هو بيتكلم عنها دي مش كاملة بذاتها بل تحتاج للعقل يعطيها الحكمة وتحتاج للروح تعطيها الحياة وإذا كانت ذات الله بتحتاج لشيء تبقى ناقصة والناقص لا يمكن يكون إله وما يستحقش إن يكون إله ثانياً إن العقل هو اللي بيعطي الوجود الحكمة ولكنه ناقص في حد ذاته ناقص في ذاته ليه؟ لأنه ملوش قيمة بدون ذات الله فهو يحتاج لوجود الذات عشان يعمل ويعطيها الحكمة واللي يحتاج لشيء يبقى ناقص والناقص لا يمكن يكون إله وما يستحقش إن يكون إله ثالثاً إن الروح هو اللي بيعطي الحياة للوجود ويمكن العقل من العمل ولكنه الروح ناقص في ذاته لأنه ملوش قيمة بدون الوجود فهو يحتاج لوجود الذات عشان يعمل ويعطيها الحياة واللي يحتاج لشيء يبقى ناقص والناقص لا يمكن يكون إله وما يستحقش إن يكون إله رابعا رغم أن الألوهية اللي بتجمع بين الوجود والعقل والروح قد تبدو أن هي كاملة ولكنها في حقيقة الأمر نقصة ليه؟ لأنها بتتكون من ثلاث أقانيم كل واحد منهم بيكمل التاني فهي ألوهية نقصة في ذاتها والألوهية اللي بتتكون من ثلاث نواقص تبقى نقصة هي كمان حتى ولو كانت بتبدو أن هي كاملة في مظهرها خامسا بأي حق وبأي سلطة نحصر الصفات الإلهية في الصفات التلاتة دول الوجود، العقل، الحياة هو الله مش بصير فإيه هي وسيلة البصر هو الله مش سميع فإيه هي وسيلة السامح هو الله مش قوي فإيه هي وسيلة القوة هو الله مش قدير فإيه هي وسيلة القدرة ما هذه كلها صفات ذاتية ومحاولة جناب الأمص الخروج من الورطة دي بقولي أن الصفات التانية دي صفات أفعال أو صفات عامة فالكلام ده ملوش قيمة لأن الذات الإلهية إن ما كانش لها صفة ذاتية معينة ما تقدرش تعمل بها حاجة بمعنى إن إذا ما كانش الله بصير بذاته ما كانش يقدر يعطي البصر لغيره تمام زي ما نقول لو ما كانش موجود بذاته ما كانش يقدر يعطي الوجود لغيره ولو ما كانش حكيم بذاته ما كانش يقدر يعطي الحكمة لغيره ولو ما كانش حي بذاته ما كانش يقدر يعطي الحياة لغيره وكذلك لو ما كانش سميع بذاته ما كانش يقدر يعطي السمع لغيره ولو ما كانش قوي بذاته ما كانش يقدر يعطي القوة لغيره وهكذا وعلى هذا يبقى حصر الصفات الذاتية لله في ثلاث صفات بس يبقى أمر بيحط من شأن الله تعالى ولا قيمة للقول بأن صفاته الثانية هي مجرد صفات أعمال أو صفات عامة سادسا يمكن الأمس يقول أن العقل عليم بذاته فهو مصدر العلم ولما كان كل من السمع والبصر مجرد وسيلة لاكتساب العلم يبقى العقل بصير بغير ما يحتاج لوسيلة البصر زي ما يبقى سميع بغير ما يحتاج لوسيلة السمع ولكن إذا كان من الممكن أن العقل يبقى عليم بذاته وبصير بذاته وسميع بذاته طب ليه ما يبقاش الوجود عليم بذاته برضو من غير ما يحتاج للعقل سابعا القوة مش من العقل إنما من العضلات فإذا قلنا أن الوجود قوي بذاته فلا يحتاج لوسيلة علشان تدي له القوة فليه ما نقولش برضو إن الوجود حي بذاته وما يحتاجش الروح عشان تدي له الحياة سامنا إذا قلنا عن الوجود وحده إنه أقنوم وعن العقل وحده إنه أقنوم وعن الروح وحده إنه أقنوم فكل أقنوم من الأقانيم دي بيحتاج للأقنومين التانيين ولكن إذا قلنا إن الحكمة صفة من صفات الزات الإلهية والحياة صفة من صفات الزات الإلهية زي ما الوجود صفة من صفات الزات الإلهية فلا تحتاج أي صفة من الصفات دي للصفات التانية وعلى هذا نرجع بقى مرة تانية للجملة اللي نقلناها من جناب الأمص في بداية الحلقة وهي كما يلي المسيحية تقول إن الله واحد موجود بذاته حكيم بعقله حي بروحه ودي حاجات ذاتية زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وديت السلوس بتاعنا بتاعهم هم يعني صفات ذاتية لا يمكن إن الله ما يكونش كامل فيها وبعدين نذكر بقى نفس الجملة من وجهة النظر الإسلامي الإسلام يقول إن الله واحد موجود بذاته حكيم بذاته مش حكيم بعقله حكيم بذاته حي بذاته مش حي بروحه لا حي بذاته ودي حاجات ذاتية زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وده التوحيد بتاعنا صفات ذاتية لا يمكن إن الله ما يكونش كامل فيها ويلاحظ المشاهد زي ما بيلاحظ جناب الأمس الجملة الأخيرة اللي بيوصف بيها صفات الله تعالى فيقول إنها صفات ذاتية لا يمكن إن الله ما يكونش كامل فيها فمين هو الله؟ هو اسم لهذه الذات الكاملة اللي هي حكيم بذاته موجود بذاته حي بذاته قوي بذاته سميع بذاته بصير بذاته قدير بذاته وليكن اسمه جود بالانجليزي أو دير بالفرنساوي أو يهوى بالعبري أو خدى بالفرسي ليكن الإسم زي ما يكون لكن لابد إن الإسم بيعبر عن كائن واحد له صفات كاملة فإذا كان جناب الأمس اعترف وأقر بأن الله واحد موجود بذاته فليه ما يكونش حكيم برضو بذاته وليه ما يكونش برضو حي بذاته ده هو الخلاف بين توحيد الإسلام وتسليس المسيحية المسيحية ما تقدرش تقول إن الله واحد له تلات صفات إذا افترضنا إن الصفات الزاتية تلاتة بس لكنها بتقول إن الله واحد له تلات أقانيم لأنها عايزة الأقنوم يتجسد ويحل في جسم المسيح لكن الصفة ما بتتجسدش ولا بتحل في جسم حد إنما بيظهر أثارها على غيرها وده اللي حنتكلم فيه لما نرد على كلام الأمس في موضوع التجسد أما الأقنوم فده شيء آخر الأقنوم له وجود قائم بذاته إنما الصفة ملهاش وجود بذاتها فإذا ما كانش فيه موصوف يبقى ما فيش صفة وجناب الأمس بيقدم لنا بنفسه تعريف الأقنوم وبيقول بالحرف الواحد بيقول إيه الأقنوم معنى كلمة أقنوم ودي أنا بقول زي ما هو بتاعتك كده لقيت إنها في علاقة بين كلمة أقنوم في معناها مع كلمة الحي القيوم في معناها فالقيوم يعني ذو الوجود القائم بذاته غير منفصل عن غيره والأقنوم كده الكائن بذاته وغير منفصل عن غيره وزي ما قلنا قبل كده إن جناب الأمس مخترع كبير وهو بيخترع لنا معنى جديد لكلمة القيوم فيقول إن القيوم يعني ذو الوجود القائم بذاته غير منفصل عن غيره مع أن القيوم هو ذو الوجود القائم بذاته المستغني عن غيره والذي لا يقوم وجود أي موجود إلا به لكن الظاهر أن جناب الأمس بيشوف أن كلمة أقنوم وكلمة قيوم بيشتركه في ثلاث حروف يلقافه الوا والميم وما لم يشتركه في ثلاث حروف يوم ما فيش معنى أن يجي تشبه دي وبالتالي يبقى لا بأس في أنه يخترع معنى جديد لكلمة القيوم لكن سيبونا من اختراعات الأمس وتعالوا ندرس التعريف اللي وضعه جنابه بنفسه لكلمة أقنوم وهو الكائن بذاته وغير منفصل عن غيره طيب التعريف ده لا يدل على الكمال بل على النقص فاللي ما ينفصلش عن غيره يبقى محتاج للغير ده والمحتاج لشيء يبقى ناقص مش كامل ثانياً مدام الأمس بيشوف أن الله واحد مسلس الأقنيم والأقنوم هو الكائن بذاته وغير منفصل عن غيره فمعنى الكلام ده أن الله بيتكون من ثلاث زوات كائنة بذاتها وغير منفصل عن غيرها فالوجود أقنوم كائن بذاته غير منفصل عن غيره والعقل أقنوم كائن بذاته غير منفصل عن غيره والروح أقنوم كائن بذاته غير منفصل عن غيره ولما كان كل أقنوم ناقص في ذاته لأنه غير منفصل عن غيره تبقى الأقنيم دي اللي كل واحد منها فيه ناقص هي اللي بتكون الألوهية الوحدة اللي بيزعم جناب الأمس إنها الله لكن الألوهية دي ناقصة ما هيش كاملة لأنها بتتكون من ثلاث نواقص وده اللي قلناه قبل كده بعدين عايزين نسأل جناب الأمس عن الإله ده اللي بيؤمن بيه وبيقدمه لنا وبيزعم إنه إله المسيحي بل وبيدعونا احنا يا مسلمين إننا نترك إيماننا بالله الواحد الأحد عشان نؤمن بالإله ده عايزين نسأله إذا كنت بتشوف يا جناب الأمس إن الأقنوم كائن بذاته وغير منفصل عن غيره يوما لازم نسألك بقى نفس الأسئلة اللي سألها لك قبل كده صديقك العزيز الدكتور محمد الشقنقيري فنقول هذا الأقنوم أم مخلوق أم غير مخلوق الأقنوم ده مخلوق ولا غير مخلوق وحيث إنك شديد الإعجاب بعقلية الدكتور الشقنقيري ومن كتر إعجابك بيه بتقول عنه للست ناهد متولي شايف الإنسان اللي بيفكر إحنا عايزين ناس تفكر وحيث إنك بتتهم المسلمين بأنهم مش عاوزين يشكوا مش عاوزين يفكروا فأديني أنا بدعوك يا جناب الأمس إلى مأدبة للفكر وتعال نفكر سوا وتفضل يشترك معنا جميع المشاهدين إيه المسلمين منهم والمسيحيين وطبعا ما ينطبق على الأقنوم الواحد ينطبق على الأقنوم الثلاثة ودلوقتي نسأل بقى هذا الأقنوم أم مخلوق أم غير مخلوق إن قلت إن الأقنوم غير مخلوق فهذا يعني أنه كامل في ذاته وإنه أزلي في وجوده فيبقى الأقنوم هو الله لأن الله هو الكائن غير المخلوق الكائن بذاته والكامل في ذاته والأزلي في وجوده وحيث إن فيه ثلاث أقنوم يبقى فيه ثلاث آلهة غير مخلوق يعني كائنة بذاتها كاملة في ذاتها أزلية في وجودها ولما بتقول إن الله واحد مسلس الأقنيم فأنت في الحقيقة بتقصد ألوهية واحدة تجمع ثلاث آلهة ولكن إيه اللي يكبر كل أقنوم وهو الكائن بذاته الكامل في ذاته الأزلي في وجوده إنه يعتمد على غيره ويبقى غير منفصل عنه مش شايف إن فيه تناقض كبير في الكلام ده يا جنب الأمص وإن قلت لا 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 الأقنوم مخلوق فده معناه إنه غير كامل في ذاته يعني نقص ومش أزلي وده معناه إن الله قبل ما يخلق أقنيمه السلاسة كان بغير وجود وبغير عقل وبغير روح وهذا غير متصور تاني نقول كمان مرة عشان تقدر تفهم يا جنب الأمص أنت بتقول إن الله سالوس بيتكون من سلاس أقنيم طيب إحنا عايزين نسأل بقى الأقنوم ده هل هو مخلوق أم غير مخلوق إن قلت إن الأقنوم غير مخلوق يبقى الأقنوم أزلي والأزلي يبقى هو الله وبالتالي يبقى الله سالوس يتكون من ثلاث آلهة لأنه بتكون من ثلاث أقنيم أزلية غير مخلوق وبالتالي تبقى المسيحية بتاعتك ما هيش دين توحيد إنما دين ألوهية بتتكون من ثلاث آلهة وإن قلت إن الأقنوم مخلوق يبقى أقنوم الوجود مخلوق وأقنوم العقل مخلوق وأقنوم الروح مخلوق وده يعناه ان الله قبل ما يخلق اقانيمه التلاتة كان بغير وجود وبغير عقل وبغير حياة وهذا غير متصور شايف المنطق يا جناب الامس منطق مش ده هو منطق صديقك الدكتور محمد الشخنقيري مش هو ده المنطق اللي بتدعو المسلمين انهم يفكروا به طب ليه ما تفكرش انت بيه علشان تعرف ان عقيدة الله واحد مسلس الاقانيم دي عقيدة فسدة بتتعارض مع وحدانية الله انا بدعو الست نهد متولي والسيد محمد سعيد وجميع المسلمين اللي اتنصروا زي ما بدعو برضو جميع المسيحيين المخلصين اللي عاوزين يعبودوا اله واحد فعلا انهم يفكروا في اللي بيقولوا جناب الامس وفي معنى كلامه ده وان كانوا عاوزين يعبودوا الهية بتتكون من تلات الياه فلهم الحق في كده وده حق يكفل الله تعالى لكن لازم يبقى عندهم شجاعة وامانة ويقولوا بصراحة وضوح احنا بنعبد تلات اهلها وما يخدعوش نفسهم وما يخدعوش الاخرين بالدعاءاتهم انهم ما بيعبدوا اله واحد اما اذا كانوا عايزين يعبدوا اله واحد فعلا فريد في ذاته ليس كمثله شيء كامل في ذاته ازلي في وجودي واحد احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فانا بدعوهم الى الاله اللي بيقدموا الاسلام ده هو الاله الحق الذي يستحق العبادة وده هو الاله اللي حيقف قدامه يوم الموقف العظيم يمكن قبل كده كان لكم بعض العذر لان جناب الامص قدر يخدعكم باسلوبه الساحر وبتشبيهاته اللي دخلها فاقولكم من غير ما تاخدوا بالكم لانكم ما كنتوش تعرفوا الرد عليها وخدعكم بامثلته اللي تبدو صحيحة من حيث الظاهر ولكنها بتخالف الواقع عند تحليلها وتفندها لكن دلوقتي مفيش عذر لكم فالحقيقة تضحت وظهر الحق والأولى والأحق أنكم تتبعوا الحق وحيث أنكم تؤمنوا أن الله إله حي وأنه يجيب الداعي المخلص إذا دعاه فتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء الدعاء الصادق النبع من القلب المخلص في طلب المعرفة واسألوه يا رب هل أنت إله واحد مسلس الأقانيم ولا أنت إله واحد متعدد الصفات اطلبوا منه أنه يريكم الحقيقة اسألوه أنه يهديكم للطريق الصحيح لكن بشرط أنه ما يكونش في أعماق نفسكم حكمه مسبق ولا عزم على اتخاذ قرار معين فإن الله مطلع على اللي في القلوب واللي يروح إلى الله بقرار مسبق فالله سبحانه وتعالى لا يلتفت إليه ولا يهتم بدعائه لأنه في الواقع ما بيطلبش من الله حاجة لما يدعوه ويكون هو حكم حكمه مسبق على اللي هو عاوزه أو أنه اتخذ بنفسه قرار في الشيء اللي بيدعيله وبيسألوا عنه ويستحسن أن الدعاء الصادق ده يكون في جوف الليل فقوموا من نومكم بالليل وتخلوا عن فرشكم من أجل الدعاء وتوجهوا إلى الله تعالى واسألوا الله تعالى قبل ما تناموا أنه يوريكم آية أو رؤية أو دليل أو برهان بشرط أن يكون خارج أحاديث النفس وبعيد عن همزات الشياطين عشان تعرفوا يقينا إذا كان الله واحد مسلس الأقانيم ولا هو واحد متعدد الصفات ودوموا على الدعاء المتواصل في كل ليلة المدة أربعين ليلة على الأقل فإن فتتكم ليلة ابتدوا مرة تانية من البداية والغلط من كده الغلط من كده إثبات صدق نيتكم قدام ربنا وبيان إصراركم على معرفة الحق من الله تعالى وإنكم مش واخدين موضوع الدعاء دهزار أو لعب أو له فالدعاء شوية أيام مش كفاية لكن لابد أن يتواصل الدعاء من غير انقطاع فده دليل الصدق ودليل الإخلاص ودليل الرغبة في معرفة الحق وإذا كنتم عاوزين تسمعوا الحلقات دي مرة تانية قبل ما تبتدوا الدعاء فنرجو إنكم تتصلوا بنا على العنوان اللي حيظهر على الشاشة وحنبعث لكم الحلقات دي اللي أنتوا تحددوها وإذا حبثوا تقروا الحلقات دي مكتوبة باللغة العربية اتصلوا بنا واطلبوا منها ما شئتم حنرسلوا إليكم إن شاء الله وما تنسوش في دعائكم أنكم تعهدوا الله تعالى على أنكم حتقبلوا قراره مهما كان سواء كان بيتفق مع معتقداتكم الحالية أو بيختلف عنها وأنكم حتتحملوا كل اللي يترتب على كده من صعوبات ومشقات وفقكم الله إلى طريق الحق وهدانا وإياكم إلى سراط الحق وجمعنا وإياكم على الإيمان الحق وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر